مرحبا بكم في صف الرسم للأمهات موضوع اليوم هو الملاحظ دعونا نلقي نظرة على هذين الرسمين هناك أوجه تشابه واختلاف ما هم؟ خمن هناك إشارة للاختلاف في الموضوع الذي قلته سابقا هل قمت بالتخمين؟ نعم التشابه هو أن كلاهما رسمان لغرفة المعيشة والفرق هو أن الرسم السفلي يتم ملاحظته ورسمه بمزيد من التفصيل الآن سأوضح لكم عدد الأشخاص الذين لاحظوا وعبروا عن مواد مختلفة هذا حزاء نايك ليس المنظر الجانبي بل المنظر الأمامي يبدو كأنه رسم تخطيطي بسيط ولكن إذا نظرت عن كسب يمكنك أن ترى إنه يتم التعبير عن أربطة الأحزية الرياضية والنمة الموجودة على الجزء الأمامي من الأحزية الرياضية وحروف كلمة نايك وحتى تفاصيل الخياطة هذه أيضا أحزية نايك في السابق كنا نرى المنظر الأمامي ولكن الآن هناك المنظر الجانبي والأمامي والخلفي وحتى النعل هل يمكنك أن ترى إنه تم التعبير عنها بتفاصيل أكثر من السابقة وباستثناء حقيقة إنه غير ملون يتم التعبير عن أنماط بالتفصيل لدرجة إننا يمكننا أن نشعر بملمس الحزاء هذه أحزية رجالية على اليسار وأحزية رياضية وأيضا نسائية على اليمين تم التعبير عن الأحزية الرجالية من خلال الملاحظة ليس فقط جانب واحد من الحزاء ولكن أيضا الجانب الأيسر والأيمن كما تم التعبير عن الأحزية الرياضية النسائية أيضا من خلال ملاحظة الجوانب والأمامي والخلف هذه صورة لكثير من الأحزية المدرجة الرسومات التي عرضتها لك سابقا كانت في الغالب رسومات تخطيطية مع القليل من الألوان أو بدون ألوان لذلك أردت أن أعرض لك الرسومات الملونة إذا ذهبت إلى متجر الأحزية يمكنك رؤية الكثير من تصميمات والألوان على الأحزية المختلفة إذا لم تكن قد قمت بمراقبة الأحزية عن كسب حتى الآن فتوقف لحظة لمراقبة أحزية الأشخاص الذين يتجولون بعناية أو عندما تذهب إلى متجر الأحزية هنا نلقي نظرة على الحقائب هذه المرة هل يمكنك أن ترى أن كل حقيبة لها تصميم مختلف؟ قام هذا الشخص بملاحظة والتعبير عن أنواع مختلفة من الحقائب من الحقائب الصغيرة إلى الحقائب المتوسطة وحتى حقائب الصفر هذه المرة تم تجهيز الحقائب النسائية فقط يتم التعبير عن الحقائب ذات التصميمات المختلفة بدءا من حقائب اليد الصغيرة وحقائب الحمل الجانبية وحتى حقائب الظهر الخفيفة إذا نظرت عن كسب يمكنك أن تشعر بمادة الحقيبة سواء كانت ناعمة أو صلبة دون أن تلمسها أليس كذلك؟ هذه هي الطريقة التفصيلية ماذا عن هذه الحقيبة؟ ما رأيك في الفرق عن الحقائب التي رأيناها سابقا؟ نعم الحقائب التي رأيناها سابقا كانت في الأساس من الخارج لكن هذه الحقيبة تعبر عن الداخل بشكل أقرب ألا يعتقد الشخص الذي رسم هذا أن الجزء الداخلي من الحقيبة أكثر إسارة للاهتمام من الجزء الخارجي؟ فيعبر عنها بهذه الطريقة إنها مفصلة للغاية بحيث يمكننا معرفة عدد الجيوب الموجودة في الداخل من الآن فصاعدا سأعرض لك أشياء مصنوعة من مواد صلبة مثل البلاستيك والزجاج والخشب هذا تمثيل لزجاجة ماء وأيضا واللاعة من جميل أن تكون قادرا على رؤية كل شيء بدءا من الرسم وحتى التلوين في لمحة واحدة هل يمكنك معرفة إنها صلبة جدا؟ على عكس الأكياس المصنوعة من القماش بهذه الطريقة من المهم جدا التعبير بشكل جيد عن نسيج الجسم الذي ألاحظه الآن لدينا مجفف شعر نستخدمه لتشفيف شعرنا بعد رسم مظهر المجفف من داوية مختلفة قام هذا الشخص برسم الشكل الذي أعجبه أكثر في المنتصف وانتهى من تلوينه عندما تراقب شيئا ما وتعبر عنه أعتقد إنه سيكون من الجيد التدرب على النظر إليه من زاوية ومن زوايا مختلفة كهذه هذه كاميرات كما إنه يعبر عن وجهات النظر من زوايا مختلفة هل يمكنك أن تشعر بالملوس الصلب؟ في الواقع قد يبدو رسم مادة صلبة أكثر صعوبة من رسم المواد الناعمة بسبب فكرة وجوب رسمها بشكل مستقيم أتمنى أن لا تشعر بالضغط لأنه ليس عليك الرسم بشكل مستقيم عند التعبير عن المواد الصلبة مثل هذه كفنان لا أستطيع الرسم بشكل مثالي من الطبيعي أن تظهر الخطوط المتلوية لذلك لا أريدك أن تستخدم المصاطر للرسم بشكل مستقيم الآن لدينا رسومات تعبر عن المصابيح المختلفة المتدلية من الصقف هل سبق لك إن دخلت إلى متجر بيع المصابيح الكهربائية؟ فقط لقد فعلت ذلك على الرغم من أن المصابيح الكهربائية تبدو متشابهة إذا نظرت عن كسب ستجد الكثير من الاختلافات الدقيقة في تصميمها يمكنك أيضا أن ترى من هذه الصور أنها تبدو متشابهة ولكن لكل منها تصميم مختلف في السابق رأينا مصابيح تتدلى من الصقف ولكن هذه المرة لدينا مصابيح موضوعة على الطاولات مبين الرسومات السلاسة فإن الرسم الموجودة على اليسار هو الأقصر تفصيلا حتى في التلوين سأعرض عليكم الرسومات تم سقلها بمثل هذه التفاصيل أي أنه تم وضع المزيد من هذه التفاصيل لأن موضوع اليوم هو كيف تلاحظ ولكن ليس لأنني أريدك أن ترسم هذا جيدا بل مرة أخرى أتمنى أن لا تشعر أبدا بالضغط من أجل أن ترسم بشكل جيد هذه المرة لدينا رسومات لغلاية ومكوعة معظم الصور التي أعرضها لكم اليوم ملونة بأقلام التحديد أو ملونة على جهاز الكمبيوتر تم تلوين هزيني أيضا بعلامات من بين المواد التي قدمناها لك من المحتمل أن تكون أقلام التحديد هي المادة الأكثر تشابها ولكن نظرا لأن قلم الإشارة الأرق بكثير قد يكون من الصعب الرسم بشكل مستقيم لذا أتمنى أن لا تشعر بالإحباط لأن مظهرك لا يشبه تماما هذه العينة التي أعرضها لك الآن لدينا الأساس اليسار كرسي ونامين رف قد تظن أن رسم الأشياء الكبيرة أصعب لكن إذا واصلت التدريب على رسم الأشياء الكبيرة فلن تشعر بصعوبة في مرحلة ما إذا نظرت إلى الرف الموجود على اليمين هل ترى رسما بسيطا بقلم الرصاص؟ بهذه الطريقة يمكنك البدء برسم الخطوط العريضة الكبيرة بقلم الرصاص أولا ثم رسم الأجزاء الصغيرة تدريجيا إذا لاحظت وعبرت بالتفصيل أثناء تصحيح الأخطاء أثناء الرسم بالمحاة فستتمكن قريبا من إكمال صورة رائعة هذا خاتم جميل ستحبه أي إمرأة في الواقع قد يكون من الصعب التعبير عن الملحقات الصغيرة ما لهذه المقارنات؟ مثلا سوف نقارن قطع الأساس الكبيرة كما كانت من قبل لأنها صغيرة جدا عليك أن تنظر عن كسب إذا نظرت إلى اليسار فيمكنك أن ترى أن الحلقات ذات التصاميم المختلفة يتم التعبير عنها الخاتم الموجود على اليمين ذو تكبير أكبر وهو جميل حقا ما هو التصميم الذي يعجبك؟ أعتقد أنه سيكون من الممتع جدا التعبير عن الإكسسوارات بالتصميمات التي تعجبك عند التعبير عن نفسك أعتقد أنه سيكون من الجيد وصف حتى أصغر التفاصيل مثل هذه ماذا عن هذه الخواتم؟ يمكنك أن ترى أن التصاميم أصبحت أكثر روعة من قبل يبدو أكثر إسارة للاهتمام لأنه لا يعبر عن المنظر الجانبي فحسب بل المنظر الأمامي أيضا مثل هذه يطلق على التمثيل التفصيلي حتى لأصغر التفاصيل اسم التصوير سيكون من الجيد لك تصوير التفاصيل الصغيرة عند ملاحظة شيئ ما والتعبير عنه الآن سأعرض لكم بعض الرسومات التي رسمها طلاب المدارس الابتدائية في كوريا هل ترى فرقا كبيرا بين الصورتين؟ الصورة أعلى توضح أشكال الأوراق بكل بساطة بينما الصورة أدنى تظهر ورقة بالكثير من التفاصيل قام هازان الطالبان بالتقاط صور لأشياء طبيعية وقاما بمراقبتها والتعبير عنها بعناية ماذا تعتقد؟ الطالب الموجود في الأعلى لم يقم بالتلوين بشكل كامل لكن يمكنني أن أرى أنه رسم بشكل جيد وفي الرسم السفلي أرى أنه رسم تفصيلي للأوراق الممتدة في كل الاتجاهات لاحظ هذا الطالب نباتات مختلفة وعبر عنها وكتب أسماء النباتات وتفسيرها على الرغم من أنه استخدم نفس الطلاء الأخضر إلى أنه إذا قمت بتطبيقه بشكل خفيف يصبح فاتحا وإذا قمت بتطبيقه بقوة يصبح غامقا إذا قمت بالرسم مع التحكم في قوة يدك فسوف تصبح أكثر ثراءا على الرغم من أنها من نفس اللون تماما مثل الطريقة التي عبر عنها هذا الطالب بشكل مختلف وبلونين فقط الأخضر الفاتح والأخضر الغامق ماذا عن هذه الرسومات؟ في الصورة اليسرى قام شخص ما برسم شجرة كبيرة وعبر عن الملمس الخشن للشجرة بالتفصيل إذا نظرت إلى النعال في الجزء العلوي الأيمن يمكنك رؤية النماط الموجودة على النار وعلامة نايك في الأعلى وحتى الصقوبة الصغيرة الموجودة عليه إذا نظرت إلى الحشرة في الأسفل فيمكنك أن ترى أن لديها أنماط خلفية مفصلة كما ترون مما رسمه الطلاب فإنهم ليسوا مثاليين أليس كذلك؟ هذا واضح مثلما لا يوجد أحد مثالي لا يوجد أيضا رسم مثالي تذكر دائما أن كل صورة ترسمها هي إجابة صحيحة لذا ليس هناك حاجة للخوف من أن ترسم أي شيء أهم شيء في الرسم هو كيف تلاحظ الرسم وليس كيف هو رسمك بل الرسم الصادق الشيء الأكثر أهمية هو مدى صبرك وإصرارك على ملاحظة الشيء والتعبير عنه ثم سنبدأ بفقرة الأنشطة لدينا نشاطان اليوم الأول اسمحوا لي أن أشرح لكم هو تتابع الرسم الرصيدي هنا الاتجاهات أولا قم بإعداد قطعة من الورق وشيئا ما اثنان هذا هو النشاط الذي يمكنك من خلاله الرسم بالترتيب وبالتناوم مع شخص واحد في كل مرة قرر ما سيبدأ أولا ثالثا لاحظ أحد الأشخاص مظهر جسم وأرسمه ثم أعطي الورقة للشخص الآخر ثم ينظر الشخص التالي إلى الشيء عن كسب ويعبر عنه نشاط الثاني هو الرسم الرصيدي اتجاهات النشاط هي كالتالي اختار الموضوع المفضل لديك إن كان من الطبيعة فواكه خضروات أو شيء ما لا يهم اختار ما تريده واختار شيء يعجبك أنت اثنان ضع الكائن المحدد أمامك ولاحظه باستمرار راقب اللون الأشياء كيف يبدو ومن ثم أؤكد لك مرة أخرى إن رسمها بشكل رائع ليس مهم إنما كيف أنت تحبه أتمنى أن تكون استمتعت بنشاطك سأنهي فصل اليوم أشكر الله لأنه سمح لي أن أكون معكم مرة أخرى أتطلع إلى الفصل التالي شكرا جزيلا على المشاركة شكرا جزيلا على المشاركة